مؤشرات كثيرة توالت في الفترة الأخيرة تزيد المخاوف من استخدام الأسلحة النووية وبالتالي من حرب نووية عالمية فروسيا أرسلت أكثر من إشارة في هذا الإطار أخرها المناورات والتدريبات الضخمة التي تشمل أنظمة صواريخ يارس النووية الباليستية العابرة للقارات والقادرة على حمل رؤوس نووية وقبلها إعلان الرئيس فلاديمير فوتن بوضوح الاتفاق مع بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها وعلى وقع تلويح موسكو المستمر بالتهديد النووي هذه الخطوات الروسية تزامنت مع إعلان بريطانيا تزويد أوكرانيا بقبائف مزودة باليورانيوم المنضب هل تتحول التهديدات النووية إلى واقع؟ من يتخذ الخطوة الأولى؟ ومن يردع في المقابل المخططات النووية؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا من موسكو أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية الدكتورة أولغا كراسينياك ومعنا من واشنطن كبير الباحثين في معاحد هادسون والضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية مايكل براجنت مرحبا بضيفي دكتورة كراسينياك مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار يعني لماذا هذا الإصرار من جانب الرئيس بوتين ومسؤولين روس آخرين على التلويح بالنووي ليس فقط باستخدام الأسلحة الآن هناك هذه التدريبات الصاروخية الاستراتيجية في سايبيريا هناك نقل لأسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا الرئيس بوتين منذ بداية هذه الحرب وهو يقول لدينا خيارات أخرى من بينها النووي لماذا تصر روسيا على مواصلة التلويح بهذا السلاح الذي في حال تم استخدامه يتوقع البعض أن يفنى هذا العالم بأسره ما رأيك؟ أنا لا أنظر إلى هذا الوضع من منظور مختلف بكل التأكيد نرى أن النزاع يتصاعد ونعم روسيا تستعمل ما يمكن أن يستعمل ولا أمل أن يستعمل هذا الأمر ولكن بالنسبة للعلاقات الدولية أنظر إلى الوضع بأنه معضلة أمنية والمعضلة الأمنية تعني بأن هناك دولة مثلا لديها أسلحة نووية تستعملها من أجل الدفاع وهذا يبدو مختلفا من منظور مختلف والدول الأخرى ترى هذا كتهديد إذن هذا شيء كما قلت كما ننظر إليه الآن والمعضلة الأمنية حين نرى ذلك التحالف من الدول ونرى استباقا نحو التسلح إذن ما لم تحل المشكلة وما لم يتم وقف سباق تسلح هذا ولم يكن هناك ردع طبعا نحن لا نعرف الأجوبة على هذا بعد ولكن نحن نأمل بأن لا يحدث هذا الأمر لأنه لو حدث فسيكون بين الولايات المتحدة وروسيا وكما قلت إنها معضلة أمنية معضلة أمنية ولكن البعض يتساءل لماذا التلويح بهذا الشكل المستمر باستخدام هذا السلاح سيد برجنت مرحبا بك معنا ما رأيك؟ الدكتورة كراسينياك تقول هذه معضلة أمنية بالنسبة لروسيا قوة نووية تشعر بخطر وجودي هناك تحالف غربي ضدها في هذه الحرب وبالتالي هي ترى أن من حقها استخدام كل ما هو متاح لديها للدفاع عن نفسها للدفاع عن وجودها ما رأيك في هذا المنطق؟ أعتقد بأن سيد برجنت السؤال لك نعم حسنا كما قلت إنه أظن بأن هذا الكلام من بوتين بقدرته أو إيراد غرابته في سواب مال السلاح النووي فهذا السلاح يصل إلى حوالي خمسة وستين ميلا فيمكن مثلا أن يضرب أوكرانيا من أي مكان في روسيا فليس هناك مشكلة هذا أظن أنه لردع الغرب ولردع نايتو وحتى ليحرك ثلاثة آلاف من القوات الروسية أو أيضا أنظمة الأنظمة النووية التكتيكية في وقت قصير هذا أيضا يظهر بأن بوتين يائس للفوز في أوكرانيا فهو لا يستطيع الانتصار بأسلحة تقليدية وبالمدافع وبالهجمات الصاروخية إذن هو يهدد باستعمال السلاح النووي التكتيكي لو استمر النايتو في دعم الجيش الأوكراني أعتقد بأنه كما قلت إنه عرض للقوة فقط وأعتقد بأنه يمكن ردع بوتين ولكن أظن بأن هذا سلاح قوي في الغرب فالإدارة لا تريد التصعيد بكل تأكيد والنايتو لا يريد التصعيد وسنرى ما إذا كانت الولايات المتحدة والنايتو يعتقدون حقا بأن بوتين سيستعمل هذا السلاح في أوكرانيا دكتورة كرسينيا كما رأيك؟ هو فقط استعراض للقوة مجرد محاولة للترهيب للتخويف لأنه كما يقول السيد براجنت الرئيس بوتين على ما يبدو غير قادر على تحقيق الانتصار بالأسلحة التقليدية وبالتالي هو يلوح باستخدام هذه الأسلحة النووية هل تتفقين مع ذلك؟ لا أوافق على هذا التصريح بأن روسيا لا يمكن أن تنتصر في هذه الحرب التقليدية بتأكيد روسيا تستطيع فالودي لديها موارد كبيرة هي لا تعتمد على أي دوات أخرى وفي هذا التصعيد الذي نراها أظن بأن من ينتفع بهذا التصعيد هم بريطانيا والولايات المتحدة وفي هذه الحالة فاحتمال استعمال السلاح النووي أو القوة النووية أعتقد بأنها على طاولة وينبغي نظره فيها ولكن بكل تأكيد مهما اتخذ الأمر لروسيا لتحقيق أهدافها فأظن بأنها كما قلت على الطاولة ولكن دكتورة كريسنيا إذا كانت روسيا قادرة على تحقيق أهدافها من وراء هذه العملية العسكرية كما تسمى عندكم لماذا التلويح بالنووي إذا كانت هناك إمكانية وأنت تقولي روسيا لديها مقدرات كبيرة باستخدام الأسلحة التقليدية لماذا التلويح بالسلاح النووي بشكل مستمر أعتقد بأنها مصدر إضافي وبكل تأكيد الأمر لا يتعلق باستعمال هذا السلاح لأننا نعتبر أوكرانيا كخلفية لنا ونعتبر الشعب الأوكراني بأنهم إخواننا إذن الأمر لا يتعلق باستعماله في أوكرانيا ولكن كما قلت هذا خيار وعلى الطاولة ولكن لا أعتقد بأن أوكرانيا ستكون الهدف من سيكون الهدف؟ ربما تلك الدول التي لديها نفس التهديدات التي تهدد روسيا بكل تأكيد فهي ستكون الهدف ليس أوكرانيا سيد برجنت هل هذا مطمئن أن أوكرانيا لن تكون هدف للأسلحة النووية قد تكون هناك أطراف أخرى لا يستهدفها روسيا بهذه الترسان هل هذا كلام يدعو إلى طمأنينة بشكل أو بآخر؟ أعتقد بأنه إذا كثرت الدول التي جعلتها روسيا أعداء فهذا سيسوء أكثر لروسيا أنا لا أوافق على أن روسيا يمكن أن تستمر في هذه الحرب وتفوز تقليديا فلا يمكن مثلا استبدال الدبابات ولا الطائرات ولا أيضا الأسفن فهم يعتمدون الآن على الأموال الصينية والذخائر الصينية واعتمدوا أيضا على المسيرات الإيرانية الروس هي باقتصاد تريليون وتسعمائة مليون دولار وهي مثل تيكساس فلا يمكن أن يستمر في هذه الحرب وهذا يجعل بوتين خطيرا ولهذا بوتين يريد أن يظهر كما قلت هذه القوة النووية كعرض للقوة لأنه لا يستطيع الانتصار تقليديا هو طبعا يستطيع مهاجمة المدنيين بصواريخ ولن أكون متفاجئا لو أنه لجأ إلى أسلحة كيموية أو بيوليجية حتى يصعد ثم طبعا يخف التسعيد هذا عرض للقوة لمن؟ إنه للناتو وللغرب ولكنه يظهر كما قلت يأسا فبوتين لا ينتصر في أوكرانيا وينبغي أن يحقق نصرا من نوع ما والغرب وإدارة بايدن أعتقد بأنهم يريدون أن يعطوا ربما شيئا أو يعرضون شيئا على بوتين وهذا سيكون مشكلة لأنه حين تتبادل أشياء مع بوتين فإنه لن يتوقف فإنه سيجمع قواته ويحصل على أموال أكثر من الصين ثم سيسيطر على أراضي أخرى ولكن السلاح النووي يظهر مداياسه دكتورة كرسينيا هذه خطوة من الخطوات أو حلقة في سلسلة هذه التصريحات والمواقف الروسية منذ بداية الحرب التي تلوح وتهدد باستخدام السلاح النووي أيضا كما نعلم موسكو تقول أنها لن تتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتجارب الصاروخية لن تبلغ الولايات المتحدة مسبقا بهذا الأمر الشهر الماضي الرئيس بوتين انسحب من معاهدة نيو ستارت قبل يومين أعلن بأنه سيضع أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا هل تعتقدين بأن هذا تصايد هذه المواقف المتعلقة بالترسانة النووية من شأنها دفع الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة إلى إيجاد تسوية؟ أم أنها كما قال السيد براجنت بالنسبة للغرب هي فقط محاولات لاستعراض القوة ولن تحدث أي فارق بالنسبة للعمليات الميدانية شكرا جزيلا أعتقد أنه سؤال وجيه جدا ولكن أولا أرد أو أسأل ربما ضيفك من واشنطن ماذا ستكون مصلحة الولايات المتحدة في هذا النزاع الولايات المتحدة هي أول منتفعة بكل تأكيد من هذا النزاع وفي هذه الحالة بكل تأكيد روسيا راغبة طبعا في مفاوضات سلمية والجلوس على طاولة المفاوضات ولكن فقط بشرط وهو حين يتم أخذ بعين الاعتبار المصالح الروسية الأوروبيون والاتحاد الأوروبي بكل تأكيد من مصلحتهم أن يفهموا ما تريده روسيا ولكن هذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة لأن ينظروا في المصالح الروسية إذن النزاع نعم يتصاعد ولا ينبغي لهم هذا الطرف أو ذاك وتوجيه الأصابع إلى أي طرف أو ذاك الأمر يتعلق بالنظر إلى الوضع كما هو والوضع خطير جدا بكل التأكيد ونعم الدول الأوروبية والولايات المتحدة عليهم أن يتوقفوا عن دعم أوكرانيا وأظن بأن هذا سيكون الخطوة الأولى حتى نجلس على طاولة المفاوضة إذن أنت تعتقدين بأن هذه التلميحات هذه التلويحات باستخدام الترسانة النووية من شأنها أن تدفع الغرب إلى التوقف عن دعم أوكرانيا هل هذا ما أفهم من كلامك؟ نعم نعم أعتقد هذا لأن أوكرانيا هي خلفية لروسيا وتاريخيا كانت تابعة لروسيا وروسيا ينبغي أن تشعر بنفسها في أمان حين تكون حدودها مؤمنة إذن نعم أوكرانيا كما قلت هي أراضي مهمة جدا بالنسبة لروسيا وروسيا بكل تأكيد لن تتراجع ومثلا عليها أن تحقق أمنها بكل تأكيد ولكن أعتقد أن الغرب يفهمون ولكن الولايات المتحدة لأن لديها مصالح أخرى فنهاية هذا النزاع بطريقة سلمية والمفاوضات هذا سيغير الوضع الدولي والولايات المتحدة لا تريد تغيير الوضع الدولي سيد برجنت ما رأيك؟ أولا هل من شأن هذه التصريحات وهذه المواقف المتعلقة بالنووي أن تغير رأي الغرب أن تخفف أو أن توقف الدعم الغربي لأوكرانيا؟ هل هذا ما يسعى الرئيس بوتين والمسؤولون الروس إليه من خلال إطلاق مثل هذه التصريحات؟ أعتقد بكل تأكيد أن هذا هو التكتيك الأكبر فبوتين يريد تخويف الناتو والغرب للوقف الدعم عن أوكرانيا وما يعني هذا أن بوتين سيسيطر على أوكرانيا ولن يتوقف أنه سيستمر ولهذا فعلينا أن نقف روسيا في أوكرانيا ولهذا الدعم نايتو للقوات الأوكرانية فعال ودعم الولايات المتحدة الأوكرانيا فعال فإنه يدفع الروس ويصدهم ليسمح لقوات أن تقاتل من أجل أرضها لتصد القوات الروسية التي ليست متحمسة للقتال وجنودها يتدربون لأسبوعين فقط وجنودها كانوا مدنيين قبل أسبوعين ثم أصبحوا جنودا وهم يقاتلون الآن أبناء أعمامهم وهم يهاتفونهم ويقولون بأننا سنأتي إلى مدينتكم أرجوكم لا تطلقوا النار علينا سنتركوا الدبابات هناك معظم الدبابات تركت هناك وتخلى عنها الجنود الروس لذلك بوتين يتحدث عن قدراته النووية لأن هذا تكتيكه المخيف فقط لأن الجيش الروسي لم يبدو ناجحا في أوكرانيا دعم النيتو للولايات المتحدة فعال وطبعا هذا للأسف دفع بوتين اليائسة إلى موقف يائس ولديه طبعا تلك القنبلة النووية الخطيرة طيب سنسأل الدكتورة كراسينياك عن هذا الموضوع بعد قليل ولكن داني أسألك أنت عندما تقول سيد برجنت أنه علينا أن نوقف روسيا في أوكرانيا كيف يمكن وقف روسيا في أوكرانيا من الواضح حتى الآن على الأقل أن الأمور لا تبدو كذلك مثلا إذا تخلينا عن أوكرانيا تخلى الغرب عن دعم أوكرانيا بعد دعمها لأشهر ولعام وبعد أن استرجعوا أراضي ما نوع الرسالة التي نرسيها إلى الدول الأخرى دول النيتو الجديدة أو تلك الدول التي ليست من النيتو والتي أيضا بوتين يراها بأنها أهداف لغزوه علينا أن نوقف أو على الغرب أن يوقفه الآن وهذه أفضل فرصة لوقف بوتين وفي أوكرانيا لأن القوات الأوكرانية تنتصر فهي طبعا قوة أقل ولكنها عازمة والولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى تساعدهم ومن الصعب مثلا أن نوقف كامراءين من العراقيين والأفغانيين حين كانوا يقاتلون من أجل أراضيهم فمن الصعب أن تقاتل عدوا حين يقاتلوا من أجل أرضه بوتين بدأ يتعلم هذا والأوكرانيون الآن لديهم أسلحة لم تكن موجودة حتى في أفغانستان والعراق الآن أوكرانيا لديها قوات أو أسلحة متطورة تأتي من النيتو والولايات المتحدة ويستعملون تلك الأسلحة المتطورة ضد دبابات من الخمسينيات والستينيات لأن الجيش الروسي كما قلت بدأ ينفذ منه من الصواريخ وغيرها القديمة بوتين لا يمكن أن يستمر في هذه العملية في أوكرانيا ولهذا نرى كما نرى في هذه الصور تلك القدرات النووية فهو يعرضها لأنه يخسر حربا تقليدية في أوكرانيا دكتورة كريسنياك مرة أخرى يعني ما رأيك بكلام السيد برجنت هو يقول القوات الروسية الجيش الروسي غير فعال في هذه الحرب الجنود الروس غير متحمسين للقتال في هذه الحرب وبالتالي الرئيس بوتين وغيره من المسؤولين يطلقون هذه التصريحات المتعلقة بالنووي لإخافة العالم لابتزاز العالم نوويا كما يقول الغرب ما رأيك في ذلك؟ أعتقد أنه العكس تماما الوضع هو عكس تماما وما يأتي من الجانب الأمريكي لا يمكن أن ينظر إليه فقط إلا في منظور استراتيجي إعلامي ولنشر المعلومات المضللة حين يقولون إن روسيا ضعيفة وإنها لا تنتصر إنه العكس تماما إنه ليس تخويفا ولا يشير إلى يأس الرئيس بكل تأكيد ولكن كما تعلمون فحين يتم الحديث عن الأمور مرات كثيرة فهذا لا يعني أنها حقيقة الفكرة هي بتوفير الأمن لحدود روسيا وأوكرانيا كما قلت مهمة جدا فهي كانت جزءا من الأمبراطورية الروسية ومن الاتحاد السوفياتي أيضا والناس الذين يعيشون في شرق أوكرانيا والذين هم والون لروسيا فهذه أراضين هناك وهم شعبنا وتم تخويفهم من نظام كياب في هذه الحالة روسيا ليست تخسر روسيا واثقة تماما ولديها موارد كثيرة وما قاله طبعا السيد بريجنت أعتقد بأنه معلومات قديمة ومعلومات مضللة ولكن دكتورة كراسينيا الآن نحن أنهينا الشهر الثالث عشر في هذه الحرب ودخلنا في الشهر الرابع عشر ولا يبدو في الأفق أي ملامح انتصار حتى المناطق التي أعلنت روسيا ضمها إلى سيادتها لا تسيطر عليها بالكامل وبالتالي أين هي ملامح التقدم وأين هي أصلا أفاق تحقيق مثل هذه الأهداف التي أعلن عنها من بداية الحرب حسنا طبعا هذا سؤال مثير للاهتمام إذا نظرنا إلى الخارطة نرى أن روسيا تسيطر على حوالي ربما خمسة عشر بالمئة من الأراضي التي كانت تبعة لأوكرانيا وفيها عشرة إلى اثنى عشر مليون من الأشخاص هذا إنجاز كبير خلال عام وفي هذه الأراضي إنهم لا يسيطرون فقط تماما عليها فتلك الأراضي أيضا مؤمنة من قبل القوات الروسية وهي الآن جزء من روسيا كما قلت وروسيا استثمرت الكثير من الأموال والموارد لجعل تلك الأراضي ليس فقط مؤمنة ولكن مزدهرة أيضا وإذا نظرنا إلى الخارطة كما قلت سنرى هذه الحقائق ونعم ربما إذا تحدثنا عن القرم فهذا أيضا أرضنا وهذا إنجاز كبير طيب سيد براجد اليوم كان هناك تقرير حقيقة لافت صدر عن مرصد حظر الأسلحة النووية تنشر هذا التقرير منظمة المساعدات الشعبية النرويجية منظمة غير حكومية اللافت في هذا التقرير يتحدث عن الدول التسع الدول النووية التسع في العالم ويقول التقرير أنه عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام اليوم زاد خلال العام الماضي عام 2022 وأنه روسيا لوحدها أضافت 136 رأس حربي إلى المخزون النووي العالمي روسيا التي تملك أكبر ترسانة أصلاً قبل ذلك هي الآن تزيد من ترسانتها النووية هل هذا مؤشر على أن التلويح باستخدام النووي ليس فقط من أجل التخويف ولكن روسيا تضع هذا الخيار بشكل جدي على الطاولة في حال اضطرت للقيام بذلك ما نعلمه بشأن القوى النووية إذا كان ذلك قدرات نووية فيمكن أن تحمي نظامك يمكن أن تحمي حكومتك هذا رادع ولهذا إيران تريد السلاح النووي ولهذا دول أخرى تريد السلاح النووي حتى تحمي النظام وتحمي سيطرتها على البلد كما قلت لو أن روسيا حققت نجاحا في أوكرانيا فلماذا الآن هي قلقة بشأن استمرار الولايات المتحدة في دعم الجيش الأوكراني بالسلاح علينا أن تذكر بأن بوتين قال للرئيس شي بأنه سيكون في كياب خلال ثلاثة أيام ويسيطر عليها والآن مرث ثلاثة عشر شهر والرئيس شي الآن قال لبوتين ماذا تفعل عليك أن تسرع فلا يمكن أن نستمر في دفع الأموال لك وتمويلك إذن بوتين يائس وهو يعتمد على الصين ويعتمد على كوريا الشمالية وإيران ولهذا الآن يتحدث عن السلاح النووي كعرض للقوة وهذا يظهر كما قلت خسارته ولكن أقول أيضا بأن بوتين نعم ربما يكون محقا بشأن ما إذا كان الغرب سيتراجع أم لا ويتخلى عن أوكرانيا لأنه بدأ يرى تصدعا في الناتو وبدأ يرى ضعفا من البيت الأبيض ومن واشنطن فيما يتعلق بالاتفاق النووي وأفغانستان وأوكرانيا لقد استغرق هذا وقتا طويلا حتى يمد بايدن أوكرانيا بالسلاح إذن ربما بوتين يظن بأنه يعرف بأنه في النهاية الناتو والولايات المتحدة سينسحبون وطبعا هو يريد تعزيز موضعه في أوروبا ولديه أسلحة نووية خليني أقاطعك سيد بريزيند إذا سمحت لي في هذه النقطة عندما تقول هناك تصدع في الناتو أين التصدع فيما يتعلق بأوكرانيا؟ الإمدادات العسكرية مستمرة بشكل يومي وهناك الآن مستويات أعلى من المعدات العسكرية تصل من دول الناتو إلى أوكرانيا أين التصدع في موقف الناتو من هذه الحرب؟ الجدل بشأن مثلا عدد دبابات الجدل بشأن ما إذا كانت الميك 29 ستذهب إلى أوكرانيا والأف 16 أو دبابات الأبرامز كل هذا التأخير نعم الولايات المتحدة والناتو يقدمون أسلحة ولكنها تقدم أسلحة كان ينبغي تقديمها قبل ستة أشهر أو قبل ثمانية أشهر التصدعات أو التأخير أو الجدل أو التصدعات وحين ترفض بعض الدول مثلا أن تقدم أسلحة من دولها وتشعر بالراحة إرسالها إلى بولندا قبل أن تذهب إلى أوكرانيا بدلا من إرسالها من دولها مباشرة أنا أفهم بأن هناك طبعا أمورا لوجيستية لأن روسيا تستهدف إمدادات اللوجيستية ولكن بوتين يرى تصدعات ويرى تغييرا في الإدارات هناك انتخابات في أوروبا هناك انتخابات في الولايات المتحدة هناك تصدعات في الحزب الجمهوري هنا في واشنطن الجمهوريون أو هناك بعض الجمهوريين وهم مجموعة صغيرة يعتقدون بأنه لا ينبغي دعم أوكرانيا لذلك بوتين لديه كما قلت هنا يد عليا يرى تصدعا هنا أيضا والجدل في الولايات المتحدة لا يمكن أن نرى تصدعا في روسيا لأنه ليس هناك حرية الصحافة والإعلام وروسيا معزولة ولو أن ضيفتنا في موسكو انتقدت بوتين فالكاميرات ستنطفئ ونن يكون هناك كهرباء وربما لن نسمع عنها بعد ذلك هذا هو الفارق طبعا الآن بوتين كما قلت يستغل هذه الفرصة ويرى أن الولايات المتحدة والنيتو طبعا ربما بدأوا يتراجعون ولو أن النيتو والولايات المتحدة تراجعوا أمام بوتين في أوكرانيا فسيكون ضوءا أخضر للصين لتغزو تايوان دكتورة كريسينياك في الوقت المتبقي ما رأيك؟ هل هذا ما يراهن عليه الرئيس بوتين هو كما يقول السيد بريجنت يلمس تصدعات تباينات كبيرة في مواقف أعضاء النيتو في مواقف الدول الغربية هل يراهن على أن الغرب بشكل عام الداعم لأوكرانيا سيصل إلى مرحلة ما يشعر فيها ربما بالإنهاك بالتعب بالكلفة المالية لهذا الدعم وبالتالي قد يكون هناك تراجع ما في دعم أوكرانيا هل هذا ما يراهن عليه الرئيس بوتين لا أعتقد أن الأمر يتعلق بما يتوقعه بوتين ولكن بكل تأكيد يمكن أن ننظر إلى هذه الفرص أيضا ومثلا في الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة بكل تأكيد هناك ناس يفهمون الوضع وبكل تأكيد لديهم أيضا رؤية طويلة الأمد أي رؤية سياسية لكل الأمور الجيوسياسية الأمر لا يتعلق بانتظار التصدعات ولكن فقط للإعلام بأن الوضع لا يمكن أن يدوم إلى الأبد والبعض في الغر فهم ذلك نحن نعلم هذا الأمر ونحن نمتنون ليس لأولئك الناس وربما لكن للوضع الذي يحدث في مصلحتنا شكرا جزيلا لك الدكتورة أولغا كراسينياك أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية كانت معنا من موسكو وأشكر ضيفنا من واشنطن السيد مايكل براجنت كبير الباحثين في معهد هادسون والضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية شكرا جزيلا لكم